السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا بعد عدة أيام حبست فيها ألمانيا والحكومة الألمانية أنفاسها بسبب أزمة مالية لتمويل الموازنة وفي فيديو سابق تحدثنا أن الحكومة أمام أمرين أحلاهما مر إما العودة إلى الاستدانة وإما تخفيف الإنفاق وإلغاء العديد من المشاريع وعلى ما يبدو أن الحكومة الألمانية اتخذت قرارها الآن وزير المالية الألماني خصيا لنا أعلن البارحة مساء أن ألمانيا ستوقف مرة أخرى فرامل الديون يعني ستلغي منع الديون لعام 2023 في هذا العام وهذا يعني بناء على قرار المحكم السابق الديون السابقة لن يتم استخدامها وإنما سيتم إضافة ديون جديدة لموازنة هذا العام بمقدار 45 مليار يورو وهذا طبعا لا يزال بحاجة لموافقة البرلمان الألماني والدستور الألماني ينص على أنه ذلك يجب أن يكون لحاجة ضرورية وبالتالي المتوقع الآن أن تقوم الحكومة الألمانية بطلب الاستدانة بمقدار 45 مليار يورو يتب إضافتها إلى ميزانية عام 2023 وتقديم هذا الطلب للبرلمان للموافقة عليه بمعنى الحكومة اتخذت القرار بعدم إلغاء المشاريع وتمويل المشاريع وإنما أن تقوم بالاستدانة مجدداً ليس فقط لهذا العام وإنما للعام القادم 2024 مرة أخرى ستضطر الحكومة الألمانية إلى الاستدانة مجدداً لتمويل كل المشاريع التي تم تخطيط لها أيضاً في إطار تحديث وتطوير ألمانيا نعرف مشاريع المناخ والاعتدال المناخي ففي عدة مشاريع بحاجة تمويل منها أيضاً مشروع يعني دعم أسعار الغاز والكهرباء اللي عم نستفيد منه نحن المواطنين ولكن هذا يعتبر تغير في حزب الاف دي بي المعارض لهذه الخطوة التحديداً كان وزير الماليك خسيان لنا وحزب الاف دي بي ومن لم يعارض هذه الخطوة هو حزب الاس بي دي وحزب الخضر فرئيس حزب الاف دي بي قسيان لنا على ما يبدو أنه استجابة للضغوط لأنه كان أكثر شخص يعارض الاستدانة ومع أن يتم الانفاق من عائدات الضرائب فقط المشكلة لم تنتهي داخل الحكومة الألمانية لأنه الآن نائب رئيس حزب الاف دي بي فولفكان كوبتشكي الآن معارض لهذه الخطوة ولي قسيان لنا بسبب تراجعه عن مواقفه السابقة على ما يبدو أنه لا يوجد حل يعني الحل هو مر في كل الأحوال وبالتالي هو معارض لهذه الخطوة وقلنا فيه عملية استفتاء أيضا ستجري داخل حزب الاف دي بي أيضا للتصويت على هذا الموضوع أو الانسحاب من الحكومة الألمانية حزب الاس بي دي هو ما أن يتم الآن حتى وحزب الخضر تعديل الدستور الألماني بحيث يسمح بالاستدانة بشكل أسهل وذلك لتمويل مشاريع الاستثمار طبعا الانفاق يعني هو البيهدف مشاريع الاستثمار الكبيرة اللي وضعتها الحكومة الحالية اللي هي تعتبر حالة أنه هي الحكومة يلي بدأت تطور ألمانيا الأشياء المتراكمة عبر السنين فيما يتعلق بالأتمة بالسراعات الإنترنت بطاقات المتجددة أنه في تراكم كبير حدثها في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ماكل لم يتم الاستثمار في البناء التحتية والآن جاء الوقت لتطوير كل هذه الأمور وهذا بحاجة لتمويل حزب السيدة أول معارض ولكن انتقد الحكومة الألمانية مرة أخرى تحديدا على النقطة هامة وهي أنه كيف سيتم العودة للاستدانة علما أنه عائدات الدولة عالية جدا من الضرائب يعني عائدات الضرائب ليست المشكلة أنه يوجد نقص في عائدات الضرائب الاقتصاد الألماني منتج الشعب الألماني منتج فعندنا عائدات كبيرة من الضرائب يعني أرقام قياسية إذن المشكلة ليست أنه يوجد نقص في الواردات الدولة وإنما المشكلة كما قلنا هي في وضع الأولويات على المشاريع التي يتم الإنفاق عليها وشاهدنا الآن يعني عدة أيضا عدة مشاريع ضخمة جدا سيتم الإنفاق عليها مع التأكيد أن بعض الأشياء ليست في خطر مثل المشروع التمويل وإعادة التحديث وتطوير وتسليح الجيش الألماني المائة مليار وأمور أخرى يتم انتقاده الآن منها المساعدات التي تقدمها الألمانيا للدول النامية بمقدار حوالي 30 مليار تعرضت أيضا للانتقاد بسبب وجود أزمة مالية الآن في ألمانيا فهي كانت نظرة عامة عن الأزمة المالية الآن في ألمانيا والقرارات الحكومة في الحقيقة هذا القرار غير مستغرب يعني من المستبعد كان أن يقوم أحد بترك الحكم أو استماح بانهيار الحكومة كان يعني متوقع ربما أنه هو الحل الذي سنتجه إليه مرة أخرى وهو الاستدانة مجددا ننتقل إلى الموضوع التالي في مدينة دورتموند في مقاطعة نوت غين فيستفالن تحديدا ومنذ فترة اشتعال الحرائق بفعل فاعل على ما يبدو متسبب بهذه الحرائق والبارحة مرة أخرى كان في حريق في بيتين في شمال مدينة دورتموند وهي تخص إذا تلاحظوا وسائل الإعلام إذا تتابعوا بشكل دائم في شخص ربح في اللوتو قبل فترة 10 مليون يورو الشيكو يسمى يعني وأعلن عن ذلك يعني فأحد العقارات التي اشتراها يعني هو عقارين بيتين البارحة هنن اللي احترقوا السقف يعني احترق في مدينة دورتموند طبعا فرق الإسعاف والأطفائية كانت موجودة لم يصب أحد بي هذا هذا أهم شيء وتم إخماد الحريق ولكن الفكرة أن الحريق يتم بفعل فاعل على ما يبدو أنه يوجد شخص يعني يسمى باللغة الألمانية فايتويفل يعني شيطان النار يعني بهذا المعنى أنه هو شخص يتعمد ويتسبب بإحراق البيوت وعلى ما يبدو صار له فترة هذا هو الشك يعني بوجود هكذا شخص يقوم بحرق البيوت في مدينة دورتموند في شمال المدينة تحديدا فأيضا تنبيه لك الأحباء اللي بتعبونا يعني ما حدا يترك باب مفتوح يعني أو ينتبه لها الأمور طبعا عبي تم الآن أيضا محاولة سحب الفيديوهات من كاميرات المراقبة في المنطقة للتعرف على الشخص يعني هو طبعا يلقاء القبض علي قبل أن يقوم بإحراق المزيد من البيوت عمد ضد شخصه فاعتبر أنه لا وأنه نفس الشخص يقوم بإحراق البيوت كل فترة ننتقل الآن للموضوع التالي معهد غوبات كوخ أعلن عن زيادة حالات المرض داخل المدارس ورياض الأطفال في ألمانيا وخاصة بين أفراد الطاقم التعليمي كذلك يعني مع قدوم في الآن فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يوجد الآن موجة من المرض يعني الأمراض التنفسية جهاز التنفسي سواء للطاقم التعليمي أو حتى للأولاد ولكن بشكل خاص أيضاً للطاقم التعليمية والأصل أنه يوجد مشكلة والعدد محدود للمعلمين في المدارس والمربين في رياض الأطفال فأدى ذلك الآن إلى حدوث أزمة وبالتالي فإن اتحاد الآن المدارس الابتدائية في ألمانيا أعلن أنه في حالات يعني يمكن أن يتم لأن اختصار ساعات التعليم في المدرسة وفي حالات نادرة قد يؤدي ذلك حتى إلى إغلاق المدرسة ربما بسبب أصلاً يوجد محدودية في الطاقم التعليمي كمان أعلن في المدارس في ألمانيا بالنسبة لرياض الأطفال نفس الشيء أيضاً بسبب موجة المرض أيضاً وغياب العديد من المربين أيضاً عن عمليهم فأدى ذلك إلى نقص حد أيضاً في رياض الأطفال وفي كثير من أيضاً رياض الأطفال يعني عب يطلبوا من الهالة عدم رسال أولادهم إلى الروضة إذا كان ذلك ممكناً فموجة يعني من الأمراض الجهاز التنفسي سواء بين الأطفال الصغار أو حتى بين الطواقم التعليمية والتدريسية من ناحية أخرى أيضاً مشروع إصلاح المشافي في ألمانيا الآن لم ينجح في هذا العام ولم يتم اتخاذ القرار الآن وسيتم تأجيله على ما يبدو للعام القادم بعض المشافي حتى بدأت تتعرض للإفلاس في هولتسمندن مثلاً إفلاسة مشفى وسيتم إغلاقها من ناحية أخرى أيضاً الآن في الصين منظمة الصحة العالمية الآن وجهت طلب للصين للإفصاح عن الأمراض التنفسية والتقارير عنها التي انتشرت في شمال الصين مرة أخرى على ما يبدو أن هناك موجة جديدة من الأمراض التنفسية أصابت أطفال لا يعرف مصدرها أو سببها بشكل واضح إن كانت كورونا أو إنفلوانزا أو أي شيء آخر وبالتالي عبتم لأن نظمة الصحة العالمية تطلب من الصين أن تتعاون في تقديم تقارير عن هذا الموضوع يوجد اهتمام إعلامي كبير بهذه النقطة وأيضاً من نظمة الصحة العالمية حتى لا يتم كما في كورونا تكتم عن الموضوع ربما في بدايته وإنما من البداية أن تكون الشفافية موجودة لتدارك الأمور بشكل سريع وأيضاً موجهة الأمور بشكل علمي أما بالنسبة لأحوال التقصفة من المتوقع أما بالنسبة لأحوال التقصفة أن شمال الألماني متوقع أن تحدث هناك عواصف أيضاً وهطول مطري شديد يعني خاصة في مدينة هامبورغ ونعرف أن الفيشماك تتعرض للغرق في تحزير أيضاً من هذا الموضوع وبشكل عام يمكن أن نشهد بدء هطول السلوج في ألمانيا وخاصة في مقاطعة بيان في الوقت القادم الآن مع انخفاض درجات الحرارة والدخول في عمق الشتاء تدريجياً وهيك نكون عملنا جولة واسع لحمل معلماتنا المعنية تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته